اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا عن حركة الانفصال لمنطقة القبائل المصنفة ارهابية في الجزائر وجبهة البوليساريو هل باتت حصانة طروادة في الخلاف بين الدولتين نتابعوا المزيد في حلقة اليوم من برنامج إسال أكثر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر اتارتي ارابيك عبر الإجابة عن السؤال التالي الى اين تتجه العلاقات الجزائرية المغربية بعد استدعاء الجزائر صفيرها بالرباط القطيع الدبلوماسية ام احتواء الازمة كما يمكنكم التصويت في موقعنا على الانترنت ارابيك ارتي دوت كوم عبر الإجابة عن السؤال ذاته وللحديث معنا من الجزائر العاصمة الكاتب والمحلل السياسي دو نور الدين ختال ومن الرباط رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية دكتور ميلود بالقاضي مرحبا بكما دكتور ميلود واستاذ نور الدين ابدأ من الرباط برأيك دكتور ميلود هل تدرك المغرب تبعات هذه الخطوة وكيف تنظر الى سحب الجزائر لسفيرها من البلاد نعم اسمح ليه لاصحها لكم ان المغرب هو دولة لها السيادة وهو يعرف جيدا ماذا يفعل والمغرب له مواقف واضحة وثابتة في علاقته مع الززائر المغرب ليست له اي خلفية عدائية او مناوراتية مع الززائر المغرب حينما اتخذ قرار تعييد حقوق الشعب القبائلي واعتبار الززائر دولة محتلة لم تأتي من فراغ بل اتت من تدخل السافر لوزير الشؤون الخارجية داخل المنتدى المتعلق بدول الحياز والتي كانت تتكلم عن قضايا بعيدة بعيدة عن قضية الصحراء المغربية فهاجم المغرب واعتبر المغرب دولة محتلة واعتبر تقرير المصير للشعب الصحراوي بالقوسين هو حقهم طاريخي وانا يكمن التصحيح دكتور ميلود بدأت حديثك بانك تريد التصحيح اين يكمن التصحيح بالضابط لو سمحت قلت هل المغرب يعرف تداعيات المغرب واعي كل الوعي بماذا يفعل نعم ويتحمل التبعات هو مجرد سؤال دكتور وليس اعتداء على زيادة المغرب بكل تأكيد نعم المغرب حينما يتخذ القرار نعم فنحن لنا ملك استراتيجي ملك يعرف ماذا يريد والعالم الآن يشهد بحنكة ملك المغرب في تدبير الأزمات خمسة وأربعين سنة والمغرب يتحمل حماقات الجزائر مناورات الجزائر تحرشات الجزائر ويعطيك لنتقل بهذه الفكرة بالضبط إلى ضيقنا من الجزائر لو سمحت سعود إليك دكتور ميلود أستاذ نور الدين يعني استمعت إلى كلام ضيفنا من الرباط مجلس الأمة الجزائرية يعتبروا أن بلاده وهنا أقتبس لن تغفر خطوة السفير المغربي في الأمم المتحدة هل ينطبق نفس الأمر على الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو الساعية للاستقلال هي الأخرى في المغرب السلام عليكم ومرحباً سيد الكريم صراحة أعتقد لضحكي لأن مدخرة الضيف المغربي مضحكة لماذا؟ لأن دعم الجزائر القضية الصحراوية مبني على قرارات الأمم المتحدة مبني على الشرعية الدولية مبني على أسس بينما الضيف من المغرب قال أنه قرار المغرب لم يأتي اعتباطاً ثم قال أنه كان رد فعلاً على وزير الخارجي الجزائري إذن هناك اعتباط أولاً ثانياً القضية الصحراوية ليست الجزائر من اخترعت القضية الصحراوية القضية الصحراوية موجودة على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة أول ملف تم إداء أوسة 1961 من طرف ممثل إسبانيا لدى الأمم المتحدة حتى قبل استقلال الجزائر الجزائر استقلت سنة 1962 لكن نحن أستاذ نونيزينا تحدث عن ذاً ما بعدها الاستقلال نتحدث عن دولتين جارتين يجب أن تتعامل ضمن مواثيق الأمم المتحدة السعي لانفصال الصحراء هو أيضاً يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمغرب وهو أمر مرفوض وتعدي على السيادة المغربية كما تقول الريباط لا سيد الكريم هذا الأمر مربوض حتى من الريباط دليل سيد الكريم في المغرب هناك بعثة المينورسو ما هو دور بعثة المينورسو؟ دور بعثة المينورسو حتى اسمها مينورسو هي اختصار لماذا؟ اختصار لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاح الصحراء الغربية يعني هذا ليس بيعثة جزائر بيعثة أممية أممية ثنين سنة 1975 تم توقيع اتفاقية مدريد أطرف التي وقعت هي إسبانيا موريثانيا والمغرب اتفقوا على تقسيم الصحراء الغربية بين موريثانيا والمغرب الجزيرة لم يكن لها دور ثلاثة فيما يتعلق يعني عندما تم وقف إطلاق النار بين من ومن بين ملك المغرب وجبة البوليزاريو يعني المغرب عندما فشل في إقناع الأمم المتحدة المغرب راهن على المواقف الرعناء للرئيس الأمريكي السابق ترامب واعتقد أن مواقف ترامب يمكنها التأثير على الأمم المتحدة ثم اكتشف المغرب أنه طبع مع الكيان الصهيوني ولم يستفيد بشيء راهن على قرارة ترامب ولم يستفيد بشيء لماذا؟ لأن القرار 15-14 الذي بنيت عليه القضية القضية الصحراوية موجود على مستوى الأمم المتحدة لنتقل لنسمع رأي الدكتور ميلود بهذه القضية أستاذ نور الدين سعود إليك سعود إليك سعطيك الوقت الكافي لو سمح دكتور ميلود كما تفضل الأستاذ نور الدين لا يمكن الربط بأي شكل من الأشكال بين قضية الصحراء وبين دعم استقلال المنطقة القبائلية المصنفة حركة الانفصال مصنفة أرهابيا في الجزار نعم اسمح لي أن أقول أنا لست أضحك هنا والمغرب لا يضحك على أحد من يضحك على نفسه هو الززائر والضيف الززائر نفسه الذي ليست له أي سبب موضوعي للدفاع عن قضية لا تهمه فيترك الززائر الأمر بيننا وبين البوريزاريو في القانون الدولي أين توجد الجبهة البوريزاريو ألا توجد على الطراب الززائري من يتحكم في البوريزاريو من يقوم بتمويل البوريزاريو من يحمي البوريزاريو من يدافع عن البوريزاريو من يخطط أليس ززائر يجب أن الأخ هناك أن يخجل الطاريخ لا يرحم المغرب نحن أنا أستاذ جامعي أدافع عن قضية مغربية محضر وأنت على ماذا تدافع عن كيام وهمي الأكيد أن الززائر ستؤدي الثمن باهضا بسبب البوليزاريو لأنها هي أيضا حركة إرهابية ليست الشعب القبائل هو حركة إرهابية من قوسين بل الإرهابيون الحقيقين هم البوليزاريو لكن دكتور ميلوت تصريح المغرب بأن في شهرين ماذا قامت إذا سمحتم أن منطقة القبائل تحت الاحتلال الجزائري يعني هذه سابقة دبلوماسية في الدول الجارة كيف يمكن تحسير ذلك أنا أفسر لك لماذا استعمل المغرب لغة واضحة هي لغة الشعب القبائلي والززائر المحتلة لنعود إلى الشهرين الآخرين شهر ستة والسبعة قامت الجزائر بفعل شنيع وهي إرسال إرهابي متابع جنائيا إلى إسبانيا وأدخلته بكيفية غير شرعية إلى إسبانيا وتكلفت بعلاجه وأخرجته سريا وحمرته في طائرة سرية ثانيا وقفت موقفا مخجلا مع إسبانيا ضد المدينتين المحتلتين المغربيتين سبت وميليا بل إن الززائر الأخ الذي تشدق هناك بأن الززائر هي مع تقن المصير من هو أقرب لكم الاتحاد أوروبي أم المغرب كيف يؤقل للززائر أن تتعرض على بيان البرنامان العربي بجامعة العربية وتقول أستاذ نوردين من الأقرب لكم جاوزنا أن يؤقل للززائر سؤال الدكتور ميلود الذي طرحه الآن من الأقرب لكم الجبهة أم المغرب هل إسبانيا أم المغرب مرحبا سيد كريم الجزائر لسطر في القضية شوف سيد الكريم الفرق بين مدخلة المشاهد الكريم يتابع أنا أتكلم عن بناء على قوانين دولية بناء على قرارات الأمم المتحدة بناء على اتفاقيات وقعتها المغرب بناء على بعثة الأمم المتحدة يعني أنا لا أتكلم عن رأيي شخصي ولا عن رأيي الجزائر بل أتكلم عن رأيي المجتمع الدولي في القضية الصحراوية يعني لحد لأن لما أتكلم عن رأيي شخصي لما أتكلم عن رأيي الجزائر لما تكلم عن رأي نطلع عمامرة هذا رأي المجتمع الدولي حتى رئيس الجمهورية تكلم عن الشعب المغربي أنه شعب شقيق وصديق وأنهم إخوان لنا وحتى نحن نتمنى أن يتم الدفع قدما بإتحاد المغرب العربي وأن تفتح الحدود بين الجزائر والمغرب بعد أن تعتذر المغرب التي اعتدتها على الجزائر سنة أفصحي عامي 1994 يعني كل هذا نحن نتمنى أن تدفع العلاقات قدما لكن سيد الكريم نحن ما رأيك نزيح الجزائر من المشهد السياسي حتى لو أزحنا الجزائر من المشهد السياسي تبقى أنه الأمم المتحدة لديها قائمة محددة من 17 إقليما لا يمكن إزاحة الجزائر أننا اليوم نتحدث عن خلاف لو سمحت عن خلاف بين الجزائر والمغرب لا يمكن إزاحة الجزائر من هذا الملف نحن نتحدث عن تفاصيل دعم البوليساري وأننا على الأزمة السياسية نعم سيد الكريم أنا عندما قلت إزاحة الجزائر حتى نبين أن الجزائر ليس الطرف الذي جعل سيد الكريم عند الأمم المتحدة قائمة 17 إقليم لم تختر مصيرها من بين الصحر الغربية في إفريقيا كلها كان إقليم واحد وصحر الغربية في أوروبا كلها كان إقليم واحد وجبل طارق مع هذا يعني المشكلة مشكلة الإخوة المغاربة الله يحفظهم إن شاء الله لو يوفقهم مشكلته مع قرارة الأمم المتحدة وليس مع الجزائر لأن القرار 15-16 أو 15-14 الذي صوتت عليه المغرب ولم تصوت عليه الجزائر لأنه لم تكن مستقلة هذا القرار كانت المغرب موجودة في أمم المتحدة ولم تعترض عليه يعني المشكلة المغرب مع موقفها السابقة مع موقف ملوكها السابقين المحمد الخامس والحسن الثاني وليس مع الجزائر يعني الذي في 1960 عندما صوتت المغرب على القرار الأممي وقتها كان الملك المحمد الخامس عندما اتفقت المغرب على تقسيم أصحار الغربية وقتها الذي وقع هو الملك المغربي الحسن الثاني يعني ما دخل الجزائر في هذا حتى على المغرب عندما وقعت الصحافة المغربية في حد ذاتها بالسؤال إلى دكتور ميلود دكتور ميلود لماذا بالفعل المغرب لم يرد حتى الآن على كل الأسئلة التي طرحت من قبل الجزائر مضطرة بالجزائر إلى استدعاء سفيرها للتشاور وتحديد الإجراءات المتعلقة بهذه الأزمة في المستقبل نعم سأجيبكم بداية عن لماذا استعبر المغرب كلمة الاحتلال وكلمة تقرير ما صار للشعب القبائلين يا أخي المتتبع للصراع المغربي الزازائري والأخ الزازائري يجب الآن أن يخجل عن المراوغات وعن القانون الدولي اسمحا لي فقط بعد شخصانة الخوار دكتور ميلود اسمحا لي أنتم والأستاذ نور الدين لا وليس ناطق باسمهم لا الأمم المتحدة لها لا سيدي الأمم المتحدة لها ناطق رسمي ليس هو ليس الحق أن يتكلم باسم هيئات يتكلم باسمه أو باسم الزازائر لماذا استعمل المغرب كلمة المحتل 45 سنة والقادة الزازائريون وكل الوزراء المتعاقبون وكل إعلام زازائري وكل المخابرات والعسكر الزائري يستعملوا كلمة إن المغرب دولة محتلة للصراع 45 سنة حتى الرئيس الأخير المغلوب على أمره استعمل أن المغرب دولة محتلة حتى نفهم جيدا السياسة عودة عمامرة إلى الشؤون الخارجية هدفه كان مخابراتي وهو تأزيم الوضع وتأزيم كل تقدم أو تقارب مغربي زازائري لتغطية الوضع الداخلي الهش بالزازائر المغرب استعمل مرة واحدة كلمة احتلال فوقع الزنزار العميق لكل مكونات النظام الزازائري مما يعني هذا أنه نظام لا يعرف ماذا يريد وعلى ماذا يقوم المغرب 35 سنة وهو يثمت يبتلع يسكت عن كلمة احتلال يسكت عن تقرير المصير حتى الأخ هناك يتكلم عن استفتاء أعتقد أنك لا تعرف مفهوم الاستفتاء في القانون الدولي آخر تقرير للأمم المتحدة وآخر قرار لمسل الأمن انتهى حدث تقرير المصير حدث نهائيا منذ 1117 منذ 2017 حدث من المعجم ملسل الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة تقرير المصير والاستفتاء لأنهما مفهومان يعودان لا يوجدان إلا في عقلي وصلت الفكرة أستاذ نور الدين إذا أردنا الحديث عن الإجراءات التي ستتخذها الجزائر وهددت فيها هل يمكن أن تصل إلى حد القطيعة الكاملة على المستوى الدبلوماسي للأسف سيد الكريم دعم المغرب للإرهاب ليس بجديد المغرب دعمت خلال العشرية السوداء الإرهاب في الجزائر ثم اتهمت الجزائر بدعم لإرهاب سنة 1994 وقتها المغرب فرضت أشير على الجزائريين والجزائر أغلقت الحدود منذ ذلك السنة منذ 1994 والأشيقاء في المغرب لم يعتذروا على اتيام الجزائر لأنهم تهموا الجزائر ثم اكتشفوا أن الجزائر لا علاقة لها بعد قضية الإرهابية سنة 1994 في مراكش لهذا كان ممكن على الملك المغرب كبادرة حس النية أن يعتذر عن خطأه في حق الشعب الجزائري هذا أولا ثانيا سيد الكريم المغرب وصلت إلى دعم المنظمة الإرهابية بدليل جمع حركة الماكة الإرهابية التي أعلن ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة أنه يدعم حركة الماكة الإرهابية لهذا فالمغرب يجب أولا أن يتوقف عن دعم الإرهاب ثانيا الذي صنف السحراء الغربية على أساس أنها محتلة ليس الجزائر بل هو المتحدة لنعضي إلى سؤالي أستاذ مردين أجبني عن سؤالي لم تجبني حتى الآن عن سؤالي عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في الفترة القادمة إلى أي درجة يمكن أن تصل نعم شخصيا أعتقد أن الجزائر لن تصاعد أكثر من ذلك لأن هناك تصاعدات أخرى من بينها أن الجزائر يمكن أن تدعم استقلال الريف مثلا أو تدعم أي جماعة انفصالية تدعم المعارضة المغربية مثل ما الآن مغرب تدعم المعارضة الجزائرية لكن الجزائر تترفع عن ذلك الجزائر تلتزم بالقانون الدولي تلتزم بقرارة الأمم المتحدة سواء تعلق الأمر بسبتة ومليلة أو تعلق الأمر بالصحراء الغربية لهذا المغاربة لحد الآن لا استدخال المغاربة دائما يتكلمون عن ردود أفعال لا يتكلمون بناء على قوانين وموافق وقرارات واتفاقية دولية بل يتكلمون بناء على ردود أفعال وهذا صراحة شيء مؤسف لأنه كان مفروض على الأقل أن يتم تحضير الضيف طبل أن يدخل الستوديو حتى على الأقل يكون كلامه له وزن دكتور ميلود ألا تعكس الخطوة المغربية رغبة في التصعيد من قبل المغرب برأيكم لا أعتقد نعود إلى خطاب العاهل المغربي لسنة 2017 حينما طالب الرئيس الززائري بفتح حدود بدون أي قيود وبتشكيل مجموعة لجان وطرق كل شيء للززائر لإيجاد حل لفتح الحدود باستثناء طرق قضية صحراء المغربية على الطاولة المتحدة فماذا كان الرد الززائري؟ لم يرد إذا اليوم المغرب لن يرد عن مطالب الززائر لأن الززائر لم ترد على مطال المغرب منذ خمسة وربعين سنة الأخي يتكلم عن المغرب والإرهاب ألا يخجر من نفسه؟ من هي الدولة الحامية لأكبر كيان إرهابي؟ أليس هو البروزاريو؟ المغرب اليوم نموذج في حماية وفي حماية حماية الإرهاب المغرب من نموذج في محاربة كل أشكال بل إن الدول العظمى تعترف فبالتالي المغرب اليوم أعطى رسالة قوية للززائر لتشعر ما يشعر بالمغرب حينما يؤيد كيانا للمسي بوحدته الترابية وبسيادته وفي فردك المغرب اليوم أرسل رسالة قوية أنه له أوراق للضغط على الجزائر فعلى الجزائر أن تفهم الرسالة المغربية وأن تؤمن بأن المستقبل المغرب والززائر هي الوحدة وهي محاربة كل أشكال الحركات الانفصالية بكل أشكالها فمدام أن الجزائر هي المدافع الأول على البوليساريو فالمغرب له أيضا أوراق نعم أستاذ نور الدين في حال الحديث عن أي وساطة عربية الآن ضمن الجامعة العربية أو ضمن البيت الأفريقي أو ربما وساطة دولية هل من الممكن أن تذل العقبات وهذا الخلاف الدبلوماسي بين الدورتين أجارتين سيد الكريم أكيد أن الجزائر تارى بضرورة الحوار وهذا حتى الرئيس الجزائري الحالي طالب المغرب بالاعتذار عن جريمته في حق الشعب الجزائري سنة 1994 الآن لم يعتذر المالك المغربي إذن الحدود مغلوقة بحكم أن المغرب لم يعتذر لكن صعب سيد الكريم أن يكون هناك طرفين يتحاوران طرف حر في قراراته مثل الجزائر وطرف مغلوب على أمره مثل المغرب يعني المغرب خاضع لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية وخاضع لإرادة فرنسا يعني مثلا الجزائر حاليا مستقلة في قراراتها يمكن أن أن تقدم على أي خطوات تراها لمصلحة الشعب الجزائري لكن المالك المغرب لا يمكن أن يقدم على خطوات يعني بمجرد من تغريدة من الرئيس الأمريكي السابق ترامب قام المالك المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لهذا سيد الكريم يعني كيف يمكن لحر أن يتحالف مع ناس غير أحرار هاي من الممكن الحديث عن وشاطة أستاذ مرجي وباختصار لو سمحت لضيق الوقت هل من الممكن الحديث عن وشاطة سأعطيك الوقت الكافي للرد دكتور ميلود نعم يمكن في السابق كان هناك عدة وساطات كان هناك وساطة سعودية يعني لأن ننسى وساطة الملك فهد السعودي أيضا كان هناك وساطة المغرب وغيرها يعني من وساطة 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 دكتور ميلود يمكن أن تكون هناك وساطة عربية دكتور ميلود في حال تخلت الجزائر عن دعم جبهة البوليساريو. هل ستطوي المغرب أو سيطوي المغرب صفحة موضوع القبائل لتعود المياه إلى مجاريها بين الدولتين؟ أنا لست رئيس دولة لأجيب. ولكن هذا مؤكد. اليوم الجزائر هي تشعر بما شعر عليه المغرب منذ خمصور سنة. والززائر تؤيد الانفصال بالجنوب المغرب. عادي جدا المغرب إذا ما عادت الززائر إلى رشدها. فكل الأبواب مفتوحة. سأعود بالنسبة المغرب دولة رائدة. والملك الآن ينتمي إلى جيل القادة الكبار. المشكلة عندكم في الززائر الآن. ليس هناك نظام سياسي. هناك مخابرات. هناك عسكر الرئيس مغلول اليدين. الدولة الوحيدة العربية التي استطاعت أن تقول لا لإسبانيا ولا للاتحاد الأوروبي ولا لألمانيا. هي المغرب. أتحدىك وأتحدى غيرك. إذا كان هناك رئيس دولة عربية يقف نفس الموقف. والآن إسبانيا تخضع وتفاوض المغرب. أعتقد أن المشكلة في النظام الجزائري حينما يصبح نظاما ديمقراطيا مستقلا عن المخابرات. مستقلا على العسكر. مستقلا عن اللوبيات. يمكن أن نتفاوض لو لك الأخ ولك الأخ ولكن اسمحني الأخ. هناك قارنة بين النظامين. بين النظام عسكري مستبيد في الجزائر. وبين النظام ديمقراطي. أستاذ نوردين. كله الآن يشهد بالنموجة الديمقراطية. إذا سمحت المغرب له موقف واضح. الززائر إذا أرادت أن تذهب إلى الوحدة المغاربية. فالمغرب مستعد باستثناء. أن تتخلى عن فكرتها الانفصالية في دعم كيان إجرامي وكياني موجود على أراضيها. ويعيش بأموالها ومخاططها. أستاذ نوردين. هل تتقبل الجزائر حالا كهذا؟ سيد الكريم. نحل الأمر إلى الملك المغرب الحسن الثاني. سيدة عفة عامية وسبعة وثمانين. في قمة مراكش. قمة الاتحاد المغرب العربي. اتفق رئيس الجزائر شهد لبن جديد مع ملك المغرب الحسن الثاني. على وضع قضية الصحراء الغربية جانبا. والمضيء قدما في العلاقات. هذا حصل من قبل. لأن قضية الصحراء الغربية هي قضية أممية. ولماذا الآن يعاد هذا الملف إذن إذا الواجهة؟ لماذا تم تجاوز هذه الاتفاقات؟ والآن عاد الموضوع وبقوة إلى الواجهة بين الدولتين. ومن المستفيد؟ نعم يعني الموضوع عاد لأسباب عديدة. أولا لأن المغرب منذ سنتين يرفض تعيين مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. هذا أولا فمبعوث العين من العام إلى الصحراء الغربية؟ ثانيا أن المغرب راهن على غطرسة وجبروت ترامب من أجل فرض واقع على المجتمع الدولي وفشل في ذلك. ثالثا المغرب راهن على الكيام الصهيوني من أجل اللعب داخل دواليب الأمم المتحدة ودواليب المؤثرين في السياسات الدولية وفشل في الثالثة. لهذا المغرب بعدما فشل في التأثير على قرار الأمم المتحدة في حيال القضية الصحراوية الآن يهدي بأمور خارجة عن اللياقة الدبلوماسية وخارجة عن القواعد القانون الدولي. شكرا لكم على المشاركة معنا من الجزائر العاصمة الكاتب والمحلل السياسي. قبل الختام ننتقل إلى التصويت حول سؤال اليوم إلى أن تتجه العلاقات الجزائرية المغربية بعد استدعاء الجزائر سفيرها بالرباط 44.1 جاوبوا بالقطيع الدبلوماسية بينما 55.9 جاوبوا باحتواء الأزمة من الجزائر العاصمة الكاتب والمحلل السياسي نور الدين ختال ومن الرباط رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية السياسية الدكتور ميلود بالقاضي شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة والشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم بعل في خير